بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى الدرس السابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحديث المباركة من كتاب الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس حياكم الله وبارك فيكم شيخ صالح كنا وقفنا عند بعض الأسئلة في باب الصبي إذا أطاق الصيام ولكن شيخ ملاحظ أن بعض الأباء قد يدرب أبنائه ويأمرهم بالصيام نصف اليوم أو نصف النهار ثم يفترون حتى يتمرنون شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين لا يمكنون من الإفطار إذا صاموا لا يمكنون من الإفطار الصحابة كما مر أنهم كانوا يلهونهم بالعهن والألعاب يلهونهم ليكملوا هذا اليوم فهم يعودون على هذا يعودون على إكمال اليوم إذا كانوا يطيقونه أما إذا كانوا لا يطيقونه فلا يؤمرون بذلك نعم بعض الأمهات شيخ صالح تعطي ولدها مكافأة حتى يفتر وهذا الصبي صائم بحجة أنه صغير ما يعني يقدر هذه أساءة إلى طفلها إذا كان الطفل صام فإنها تعينه على الإتمام على إتمام اليوم ولا تنقضوا صيامه لكن هذا بسبب الجهل وإلا فالصحابة كانوا لا يمكنون أطفالهم من الإفطار بل يلهونهم بالألعاب حتى يكملوا اليوم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم باب ما جاء في الحجامة نعم الصيام له مبطلات منها العكل والشرب متعمدا ومنها الجماع ومنها الحجامة على الصحيح فهذه هي المفطرات التي تبطل الصيام وهناك أيضا آداب للصيام ما يكره فعله للصائم وما يستحب فعله للصائم والمستحبات من باب الكمال والمنهيات هذا يكون تركه للصائم من باب دفع نقص النقص عن صيامه مثل الكلام المحرم واللغو والشتم والسباب وغير ذلك فالصائم يمسك عن الطعام والشراب عن المفطرات الظاهرة ويمسك عن المفطرات المعنوية كالغيبة والنميمة والنظر المحرم والسماع المحرم وغير ذلك الصيام له آداب تجب مراعاتها من ترك المنهيات وفعل المأمورات نعم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه أحمد والترمذي نعم هذا فيه دليل على أن الحجامة تفطر الصائم استخراج الدم الذي فيه قوته على الصيام فالحجامة تضعفه فلا يجتمع عليه إضعاف الحجامة هو إضعاف الصيام تركه الأكل والشرب وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو صائم فقال أفطر الحاجم والمحجوم الحاجم لأنه يمص القرن الذي يحجم به قد يتطاير إلى حلقه شيء من الدم والمحجوم الأمر فيه ظاهر لأنه استخرج الدم الذي فيه قوته فهذا والله أعلم نظير الحيض المرأة إذا حاضت لا تصوم لأنها يخرج منها الدم الذي فيه قوتها فهذا الحديث دليل على أن الحجامة تفطر الصائم وهو حديث صحيح وقال به جمع من العم وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج ما وهو صائم فهذا لم يثبت بهذا اللفظ وإنما الثابت أنه احتج ما وهو محرم أنه احتج ما صلى الله عليه وسلم وهو محرم فهذا اللفظ غير محفوظ وإن كان روية في الصحيح لكنه بهذا اللفظ غير محفوظ كما قال الإمام أحمد رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية وغيره نعم أحسن الله إليكم شيخ صالح يعني ونحن نتحدث عن هذا الباب الحجامة شيخ في الوقت الحاضر يعني هل لها نفس الحكم وأنها تستخدم أجهزة يا شيخ نعم الحديث يبقى على مدلوله ولا يغير فالحاجم هو الذي تسبب في الحجامة وأعانى المحجوم عليها فله نصيب من الإثم في ذلك نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وانتهى هذا الدرس من شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني لكم التحية من مسجل هذه الدرس سميري عثمان بن عبد الكريم الجويبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته